السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كويزين فاميلي اليوم شاء الله فيديو مختلف غد نشارك معكم وحد الخلطة سحرية عجيبة وفي نفس الوقت يعني صحية اللي كان نلقي بها يعني اللي كان نلمع بها الأواني ديالي وكذلك وحد تنجرة اللي وحد لها ميزة خديتها رخيزة بزاف وزوينة بزاف لابوت وتنتو ماي لان عارفة بزاف دي المتتبعات ديالي اللي عايشين هنا في فرنسا وكذلك غد نشارك معكم سولتوني على مفين كان نشاري لكريستو تسود ها هما كان ناخده من السوبيغ مخشي كان واحد الغيون في هاد الشي هكا اللي اللي كي بغي حضر يعني الصابون دياله راسه أنا كان فيتا مني تشاركت معكم يعني الوصفة وهذا الصابون ديال يعني فيه وحد نسبة كبيرة ديالزيت الزيتون فيه 72% باش كي يجينا الصابون احسن وهنا بالنسبة نصورت هاد البلاصة هدي هاده هو اللي كنت بديت بي هاد الصابون هاده اللي بحال هكا جانت ناخده هاده وكندرو فيه داخل مع الصابون وكنصبا وكنتسولوني كذلك على مني كان ناخد يعني المواد اللي كان ناخد كان ناخده من هاد البلاصة اما هني فه لغيين بيو ديال اولا كان مشي من كاننشي عند يعني الماكزا بيو سووتوني كذلك على هاد الميلانج ديال 5 بي كان ناخده من هاد البلاصة كيف كتشوفه كتاخدوا القياس اللي بغيتو وبالنسبة الملح ته ها سولتوني كناخده حتى هو اما كناخدو هكذا بالعبار كناخد لا فلور دوش سيل اه هي صحية وحتى الديدة وهنا اول مرة كناخد هادلو سيل دي مالايا اخديت منو واحد شوية بشان قنستعملو حتى وان بالدلبيه وصورت لكم حتى هنا يا ديرين هاد المقالي هادو رخاصين يعني 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 ديرين موان ساكنت ناقصين في يوم خمسين فيلمية لانا كانت لا فالديميخ ودارو بخوموسيون وقلت انا نصور لكم ربما تبغيوا حتى انتم ما بشوا تشريوهم يعني تقالين زوينين ديال انوكس يعني تشريوهم بقوا عندكم مدة طويلة اه زويني بزاف دايما كتسولوني على المقالي وكتسولوني على ذك شي بش صورت لكم اه راه باقين باقين يعني اللاخ ديتم يعني شفتم هاد السبت هادا باقين موجودين الى بوتو تمشيو الى بقاو وهنا اخديت هاد تنجرة هادي اه تهيه كانوا نقطين فيها خمسين فيلمية كن شفتها فاش كانت اه تسعوذ وتمانين اورو في الاول صفي ما اخديت هاش من بعد المرة التانية من العودت الرجعة تلقيتهم نقصوا منها خمسين فيلمية اه اخديتها لانا رجعت لترخيصة بزاف لانا عندي ديجا وحدة غيه هي ما كتهش لي يعني واحد العداد الكبير مثلا لو كنت طيبة جاج ما كتاخدش لي يعني ما كتاخدش واحد للقدار كبير يالله كتهز عندي هاديك لعندي كتهز هاكا كزوج ولا ثلاثة يكونوا صغيرين هادي ها تكون ان شاء الله كتهزش خمسا هاكا كيكونوا صغارين انا غالبا كننحاول ناخده صغير الا لما لقيش يعني الجاج صراحة غالبا انا اخديتها على قبل الجاج كيف كتشوفوه زوينة بزاف غير ما كتبانش مزيان بانها كبيرة كبيرة تبارك الله انا غن نصور لكم يعني الديتاي ديالها يعني فيها ستا وثلاثين سنتيمتر كيف ما كتشوفوه وفيها كتاز عشرين ايطرو سافي هدا هما الديتاي ديال ومركة زوينة اينوكس بقع عندنا يعني يعني توتلا في مرمال ما ما كرا هنش انحاس ولكن خسني كيفاش ندير تنجيبه لحنا تكشي باش ما في صراحة انحاس احسن سافي هنا غندوزو باش نوجدو الخلطة العجيبة زوينة هاد الخلطة هادي انا كنت تعملها سينين هادي يعني مدة طويلة يعني تكاد تكون هي السر ديال النظافة البزب ديال حويج عندي في الدار انا كتعطتها لي واحد صديقة ديالي فرنسية اللي يذكرها بالخير قلت لي بانها جداتها كانت هادا باش كانت كتنقي يعني قبل ما نهتم بتشي ديال الصحة وذك شي كنت ورتها لي وكنت شريتها وده با مؤخرا وليس كان نحضرها يعني اخديت واحد الكتاب فيه هاكدا وصفات طبيعية وليس كان نحضرها يف صراحة انا ما كان عبرش طبع عبرتي على قبلكم كان ندير غي عيني ميزاني عبرت على قبلكم باش يجيكم مسألة سهلة استعملت مية جرام ديال طين الابيض وخمتين جرام ديال بيكاربونات دو سوديوم البيكاربونات راتا هما كان ناخدهم من نفس البلاسة في اوشون ممكن تاخدهم ولا شي مرة انا كان ناخدهم من سيت من انترنت ممكن يعني كل مرة مني كان ناخدهم ممكن تاخدهم احتى من الفارماسي اللي بغيتو وغاد نزيد هنا يا خمسة وسبعين ميليليتر ديال اه صابو البلدي غنخلي لكم ان شاء الله يعني تصوير انا صورت في الكتاب يعني الصورة ديال هاد الصفحة هدي غنخليها لكم ان شاء الله في اخير الفيديو يلا بغيتو وباش غدا يعني باش رك تعجبني فيها الريحة ديال ايكاليبتوس خديتان الويل ايسانسيال ديال ايكاليبتوس وغدا نستعمل حتى الحامض كنتستعملو المجموع خمسة وعشرين اه نقطة وممكن تستعملو يعني ممكن تستعملو غيل حامض ايلا بغيتو صافي من بعد ما غدا نخلطها مزيان غدا هي كنخليوها يعني كنوضعوها في واحد البوطة وكنخليوها حتى كتنشف واحد يومين انا تلتيان الكنتعدكم الحرارة قدر غير نهار واحد وتنشف صافي وكتبقوا تستعملو يعني عملية هدي كدوم لكم مدة طويلة توصلوا بها يعني الانوكس ديالكم ويولي كيبري دائما اه الكنتشتخاص ديال ستيلو حالة بمثلا ما من الاستاذات اللي عندهم الطابلو ديال ستيلو بعط المنزل ما كيبريش يحيدا ذاك الفتر كتستعملو هدلا بياها ديرا كيولي الطابلو كيشعل كتستعملوها يعني في الحمامات ديالكم الروبينيات كل شي كيولي اللي مع وهي كتسونوني دائما شنو استعملتها الحمد لله تخلصت من الحساسية بابداو ديجا بهد المواد الطبيعية ما كتبقوش تستعملو لجافيل يعني انا جافيل ما كنستعملوش كنستعملو الا لطريت شمالات ما غالبا دا بحيتو ما كننظفش بيه كننظف غيب هاد لابياغ بلونش لابياغ دا غجيل اه سافي كيف كتشوفو انا دبرا اني كنخلط فيها كتاخد شوية الوقت فتخلاط انا من بعد غضا مدن في الوصفة ما كاتبش هي بانها خاسنا نزيدو الماء ولكن انا قبل ما نشوف الوصفة ديالها انا كنت كنا نقرش المات ما غتشوفو بشوية 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 كتجمالية الخلطة هادا هي البواطة اللي غدا نستعملها ان شاء الله باش غدا نزيد هانتا كيف كتشوفو كنقرش غير رشات هاك خفافين ديال المحتة غديت جمالية من بعد بلية بان عوض ما نزيد نقرش هاك الماء غنزيد صبو البلدي غزيت لها صبو البلدي يعني وخا عبرت ضروري من ندير دي موديفيكاسيون يعني كيف كنت لكم يعني كتنقحت النحاس رفيت مني شاركت معاكم الوصفة ولكن شاركت هاك دا غيب خلطت هاك دا بسرعة يعني مست ما ماشي ماني مست ما تشاركش معاكم الوصفة كاملة يعني ما قلتش لكم بانا نقدرون نديرها في واحد البواطة ونخليوها يعني كنت هنا وبالنسبة اللي ما عندوش الوقت كدخلطوها كيف كتشوفو نزدت هنا هاد صبو البلدي غيزيتو من عندي مكينش في الوصفة صافي قلت انا عوض ما نبقى نزيد في الماء نزيد صبو البلدي يعني كتديرو هاك في البواطة كتبقى عندكم فريمو غي حاولو تزربوها إلا ما عندكمش لغجيل بلانش لغجيل بلانش ماشي مشكيل استعملو لغجيل استعملو حفول استعملو الغاسول حتى الغاسول جربتو بيها جربتها غي واحد شوية جربتو ونقيت بيها كده روبينيات وذك شي كي خرجتها وزوين بزاف يعني بغيتو الكوزينة ديالكم توليت الماء يعني حتى الفران يعني لابلك شوية شو فونت يعني أي حاجة كتنقي السيغامي كتنقي البلاستيك بعد مرة البلاستيك من كتكون في ديتاش ما كيبغوش تنقى وبهذا كيتنقى سبحان الله العظيم انا كيف قلت لكم انا كنت شريت كنشريها من شحال هادي كناخدها بو حتى من مرتافة كناخدها كنت كناخدها على قبل اللي في كاسي تالي قبل اللي انها كنت كتعطي وحد النتيجة زوينة ما كنتش كنفكر فاد القضية ديال الصحة وذك شي ولكن من بعد من اللي قررس باش ما نبقاش نستعمل يعني الدوا ديال الحساسية بديت بديت بالمواد تنظيفه ماللولين يعني هذا هو اللي كنستعمل وكنستعمل حتى يعني الخيل ان شاء الله اللي بغيتو قلوها لي في التعليق نشارك معاكم يعني الجميع فيما نحضر شي حاجة نشاركها معاكم ان شاء الله يعني وصفات بسيطة اللي نقدرو نضفو فيها نضفو بها البيت بدون بلش ما نشريو كيف كتشوفوا معين انا كنستحها مزيان حتى كتولي مقادة هاكدا معين تقادت مزيان دابا صافي هنا دا بك نخليوها ها تنشفي لكن عندكم شميشة هاكا جرده ولا خرجوها في الشمشرة لخليتوها غي نهار كي مرة غا تنشف سافي وكتبقاو هاكدا تفزقو يعني البونجة هاكدا وكتنقيو بها مرة مرة ماشي هي لغا تغسلو بها المواعن هي في صراحة غا تجبدوها مرة مرة تنقيو مثلا المواعن ديالكم باش يوليو كيل معو هي ماشي كتحيد الحراق ولا لا كتحيد غي يعني كتوليو المواعن ديالكم كيل معو وفي نفس الوقت كتحيد هاكا ديبتيت تاش هاكا في البلاستيك كيف بيتليكم الروبينيات البينواخ يعني هاداك البانيو اللي كي هادا تهوا كي ولي بيض كي ولي نقي ها صافي كيف كتشوفو غي كتنشف كنسدوها هاكدا كنهندخلو هاكدا البونجة ديالها وفيما كنبغو نستعملو كنفزقوها وحبه دا لو انا فيما تستعملوها تخليوها تنشف عد سدوها في القرعة باش مت تخسرش ليكم يعني باش ما يوليش فيها شريحة خيبة يعني حتى تخلي واحدة تنشف صافي وكتسدوها وحتى الوقت الاستعمال وكتعودوا تجبدوها كيف قلت لكم انا نخلي لكم ان شاء الله الصورة ديال يعني ديال الوصفة بالفرنسية اتمنى ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتعجبكم والى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة